يسعد مساكو حبايب قلبي متابعين الغليين ان شاء الله اليوم بنعمل مع بعض الكريم كراميل بطريقتو السهلة مكوناتو خفيفة ويوفر معاكي بعمل الكريم كراميل وان شاء الله بتكون الطريقة سهلة وخفيفة زي ما تعودتو علي واصيف سعيد عليكو كل سنة وانتو طيبين نبدأ بسم الله ونقول طريقة الكريم كراميل بدنا نجيب هنا صانية يا جماعة تكون صانية على حجم كبير شوية لازم الحفة الصانية هنا تكون عالية هنا جبنا الصانية زي ما قلتلك لازم الحفة تبعت الصانية تبقى عالية شوية تابعيني وهتعرف في ليش بدنا الصانية تكون غويطة نبدأ ننزل بكوباية سكر عادي بننزل بنحطو في الصانية ونحطو على نار خفيفة زي ما انت شافه حطينا الصانية وشوفنا حرارتها طبعا كنا مشغلين النار على نار خفيفة ونزلنا بالسكر وبدأنا نقلب فيه لا تشليش ايدك من السكر حاولي تقلبي السكر عشان احنا هنا في المرحلة هادا عايزين نكرمل السكر نكرمل السكر يعني نعمله الكراميل تبع الكريم كراميل طبعا طول ما انت بتقلبي السكر محاية تكتول معاكي بالمنظر هادا ما تخفيش خالص خالص لكريم كراميل هو طريقة السكر لما تكرمليها حيمسك في بعضه اوله لحدي ما يدوب معاكي كله كله وكده انت بتكوني بصي السكر كله داب وصار عبارة عن حاجة اه نعمة كده وسلسة وما تلاقيش خالص بس خدي بالك لانه عشان ما تحرقش ايديكي لا سمح الله لانه حرقة السكر مش كويسة طبعا زي ما انت شايفة السكر كله داب معانا يعني هلقيتها السكر كله ياتو احنا وزعناها فقاع الصينية لازم نوزعه فقاع الصينية لحين انك تاخد كل مجال الصينية يبقى فيها السكر المكرمل تبعنا زي ما انت شايفة بالطريقة هادي وبناخده بنحطه على الارض او على سطح بارد ما تحطوش في التلاجة ولا حاجة على سطح بارد بس عشان يبدأ يبرد معاكي ويصير عبارة عن ائزاز وهاتشو فيه كمان شوية معايا هنا في طبق جبنا عبارة عن خمس بيضات نزلنا عليهم بالباكتين فانيليا ونضربهم ضرب جامد جامد لحد ما الدوب الفانيليا كلها بالبيض بعد ما خلصنا وضربنا البيض جامد جامد بالفانيليا تركناها على جنب بنجيب حلة وبنحطها برضو على نار متوسطة ما تكونش عالية النار كتير كتير وبنجيب كيلو لبن وبتحطيه على النار طبعا بتكون انت قابل هيك غليا وسايبا لما يبرد لازم يكون بارد بارد اللبن معانا نزلنا عليه بحبة مسكة حبة مسكة مطحونة على اللبن ربع كباية السكر على كيلو اللبن على حبة مسكة ونبدأ نقلب فيهم لحد ما تاخد معانا اللبن قبل درجة الغليان احنا مش عايزين اللبن في المرحلة هاي يا جماعة يغلي يعني كل شوية انا بحاول اني اقيس الحرارة تبعت اللبن مجرد انه ايدي تقبلها كده الحرارة تبعت اللبن تمام انا مش عايزها اغليه خالص خالص في الفترة هادي بنجيب البيض اللي احنا ربناه مع بعض او ضربناه مع بعض وبنروح حطينه على اللبن خد يبالك في المرحلة هادي متقميش ايدك من اللبن ولازم تضلك تقلبي فيه مع البيض وبرده ما توصليش لمرحلة الغليان احنا عايزينه يبقى عبارة عن اه زي دمعة العين يعني كده مش دافي دافي ولا هو بيغلي يعني خليها موسط الايدي كتستحمله ووصي ايه لما حطت ايدي استحملت اللبن هو مش سخن جدا عشان البيض مايفقسش معاك البيض مايروحش يستوي جوى اللبن احنا مش عايزين البيض انه يعمل درجة السوى الكاملة للبيض يعني عايزين اللبن يكون فاتر هنا انا بورلي الصينية بتاعة الكراميل الصينية بتاعت الكراميل عاملة زين كان رخامة عاملة زين كان حتة ازازة عشان احنا سبناها على صطح بارد لحد ما esperدت معنا خالص خالص كده بيكون تمام تمام مية في المية واحنا خلصنا من رحلة اللبن بالبيض وبرده هوا فاتر اوعي 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 اعيي انا بحذرك ما تخليش اللبن مع البيض يغلي بتنزل بالراحة على الصينية بتاعت الكراميل اللي هي السكر تنزلي بالراحة خالص خالص كده بتكوني انت تمام مية بالمية هلأت احنا ندخل على مرحلة التسوية هنا بنجيب صانية اكبر منها اكبر من الصانية اللي احنا مستخدمينها وبصي انا قلتلك ايه احنا عايزين الصانية تبقى الحفة بتاعتها عالية شوية ليه لانه احنا الصانية الكبيرة اللي احنا حطينا فيها حبة المية دول حنحط حبة مية صغيرة مش كتير احنا المية هدي ليش حطناها عشان بس مجرد انه اتخاء تعمل السوى تبع البيت باللبن يعني هتجمد لي معت حلما تحطيها في الفرن هتبدأ في مرحلة السوى هو كده الكريم كراميل البيتي تاكلي منه احلى كريم كراميل دقتيه في حياتك جاربيها ومش هتندمي وما تشتريش من بره خالص هتعتمديها على طول المية لما تيجي تغلي يا جماعة انا لما قلتلكو الحفة بتاعت الصانية تكون عالية عشان لما المية حبة المية دول يغلو في الصانية من تحت ما تطلع المية على الكراميل بتاعنا لأ كده بنكون احنا ضمننا انه الغليان تبع المية يضلو يغلي في القاع يعني حبة المية البسيط لكن لو انت زودت المية المية هتغلي معاك وتفور وتخش على الكريم كراميل وتفسدلك اياه انتبهي له النقطة اللي زي هادي هادي نصيحة وبعدين بتحط الصانيتين الصانية جوه الصانية وبتحطيهم بالراحة بالراحة في الفرن على الشبكة المتوسطة على نار عادية جدا كأنك بتسوي فراخ بتسوي اي حاجة على رف متوسط يبدأ يعمل الوجه معاك زي البشاميل كده بتحس انه الكريم كراميل بدأ يتماسك مع البيض بدأ يتماسك ويصير عبارة عن قرص كده زي البشاميل بعد ما طلعنا الصانية من الفرن زي ما انت شايفاها كده الصانية ما شاء الله تحطي ايدي طبعا هي لسه سخنة خدي بالك وخدي حذرك ان المية متتدلقش في قلب الصانية من جوه نرفع الصانية اللي هي بتاعت المية خلاص على جانب مش لازمانه وبناخد صانية الكريم كراميل اللي استوت معانا وبنحطها في التلاجة حابة تخليها مدة ليلة برضو تمام حابة انك تستخدميها بعد بساعتين تلاتة برضو تمام ما تقلقيش احنا حان شاء الله هتاكل احلى كريم كراميل منا بازن الله طبعا بعد باكم من ساعة احنا خليناها لاخر الليل والليل واخره طبعا لازم حاجة ساعة حاجة حلوة هنا يا جماعة قطعنا الكريم كراميل بس في ملحوظة في اللحظة هادي اللي انت بتقطع فيها الكريم كراميل وترفع فيها بالكبشة او المقصوصة لازم تقل بي حتة الكريم كراميل يبقى الوجه هو القاع والقاع هو الوجه هنا بتاخدي برضو من السكر زي ما بوريكي كده اللي هو الكراميل السكر المكرمل بتاخدي بتحطي على وجهها بص السماكة تبعت الكريم كراميل بص الحتة بتأكل ولي ما شاء الله مش قادر اقول لك رحتها قديش جبارة نكهتها طيبة جدا جدا طعم البيت مش باين فيها خالص خالص انت هتاكت اللي عبارة عن فالينيا ومستيكا طعمها ورحتها حلو يا جماعة جربوها خفيفة وسهلة بتاخدش معاك وقت طويل ولا بتاخد معاك مكونات كتير وارخص وانضف من الكريم كراميل الجاهز وكده بكون انا خلصت معاكو الفيديو وصيف سعيد عليكم ان شاء الله وانتظروني في فيديوهات جديدة للايس كريم ومفاجآت تانية كتير اشتركوا في القناة